بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الانتخابات المحلية التركية هل تعيد تشكيل المشهد السياسي في تركيا للإجابة عن هذا السؤال نتابع معكم ما كتبه عدي محمد الظاهر تحت هذا العنوان للتفاصيل كونوا معنا حتى النهاية في ظل الأحداث المتسارعة في المنطقة تستعد تركيا لإجراء انتخاباتها المحلية والتي من المزمع انعقادها يوم الأحد 31 من مارس أذار ضمن 81 ولاية والتي ستمثل نقطة تحول حاسمة في مسيرة وتجارب الدموقراطية في تركيا هذه الانتخابات من المتوقع أن تقدم صورة نمطية تجسد التغيرات والاستقطابات السياسية والاجتماعية والثقافية الجديدة في الدولة والمجتمع فقد بدأت الأحزاب السياسية التركية تعيد تشكيل تحالفاتها بما يتوافق مع مصالحها في انتخابات ستحدد من سيتولى مناصب رئاسة البلديات وعضوية المجالس البلدية بالإضافة إلى مخاتير القرى والأحياء لكن هذه الانتخابات المحلية تأتي عقب معركة الانتخابات الرئاسية التي شهدت منافسة شديدة بين تحالف الشعب وتحالف الأمة والتي أسفرت عن فوز تحالف الشعب ورئيسه رجب طيب أردغان بأكثر من 52% من أصوات الناخبين ما عزز من التواجد البرلماني لحزب العدالة والتنمية بالفوز بـ 268 مقعدا من أصل 600 مقعد في البرلمان في هذه الانتخابات المحلية تبرز أحزاب منفردة صغيرة ستخوض غمار الانتخابات بعيدا عن التحالفات التي اعتادت أن تكون ضمنها هذه الأحزاب تحمل تطلعات جديدة وتسعى إلى أن تكون أحزابا مؤثرة ومسيطرة في الحياة السياسية التركية ومن المؤكد وحسب اللوائح المعلنة قبيل الانتخابات دخول حزب الرفاه مجددا بمرشحين جدد بمعزل عن العدالة والتنمية حيث سيخوض الرفاه مجددا غمار الانتخابات في قائمة ضم 617 مرشحا مما يعكس تطلعات الحزب الفعلية لتوسيع نفوذه في طريق مغاير عن تحالف الشعب وحزب العدالة والتنمية على الرغم من أن المحافظين يشكلون القاعدة الشعبية الأساسية لحزب الرفاه مجددا وعدم تقديمهم مرشحين بالانتخابات المحلية كان سيزيد من أصوات حزب العدالة والتنمية والذي يمتلك قاعدة شعبية كبيرة أيضا من المحافظين وهذا ما يؤكد نية حزب الرفاه مجددا أن هذه الانتخابات ستكون مؤشرا على مدى قدرة حزبه على الوصول إلى أهداف وطموحات الحاضنة الشعبية التي سائمت من الأحزاب التركية المسيطرة بعد أن فشلت في تحقيق وعودها وعلى الطرف الآخر أعلن كل من زعيم حزب النصر التركي أومت أسداغ الذي يتخذ موقفا مناهضا للاجئين والمهاجرين والعرقيات الأخرى وزعيمة حزب الجيد ميرال أكشنر بأن أحزابهم ستخوض الانتخابات المحلية بمرشح حزبيهما دون تحالفات مع حزب الشعب الجمهوري والأحزاب الأخرى المعارضة وكان حزب الشعب الجمهوري يعول على تغيير حزب الجيد موقفه بالترشح منفردا في الانتخابات المحلية التي تجري في نهاية هذا الشهر مارس أذار لأن ذلك سيؤدي إلى انقسام أصوات المعارضة أيضا مما سيعطي فرصة سانحة لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بانتزاع بعض الأصوات التي كانت من الممكن أن تذهب باتجاه أحزاب المعارضة وخصوصا بعد قوة وفاعلية أسماء مرشح حزب العدالة والتنمية وخصوصا في الولايات الكبرى مفترق طرق تشهد الانتخابات البلدية التركية حدة وتنافسية متزايدة خصوصا في ظل الاستقطاب السياسي الذي شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة وكان لفوز المعارضة في انتخابات عام 2019 ببلديات رئيسية أبرزها إسطنبول وأنقرة دلالة بارزة على تغيير الأجواء السياسية ويحظى أكرم إمام أغلو رئيس بلدية إسطنبول الذي يعتزم الترشح مجددا بترشيحه كمنافس رئيسي محتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة مما يعكس الدور الاستراتيجي للبلديات في تشكيل المشهد السياسي التركي لذلك خلال هذه الانتخابات المحلية سيسعى حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بكل جهد لاستعادة بلديات العاصمة أنقرة وإسطنبول لدرجة أن الرئيس أردوغان أعطى أهمية للفوز في أنقرة وإسطنبول بقدر ما أولاه للانتخابات الرئاسية وإذا لم يتم الفوز في البلديات الكبرى وخاصة إسطنبول وأنقرة سيضع الكثير من التساؤلات حول مستقبل شعبية الحزب الحاكم في المدن الكبرى وعلى النقيض يستعد حزب الشعب الجمهوري للانتخابات المحلية بسياسة الضغط على نقاط ضعف حزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب دون أن يكون له برامج حقيقية كتلك التي يقوم حزب العدالة والتنمية بتصليط الضوء عليها أهمها إعادة التمدين خصوصا بعد فاجعة الزلزال الذي كبد تركيا خسائر فادحة وفي الوقت نفسه تزداد الضغوط على حزب الشعب الجمهوري بسبب عدم قدرته على تقديم برامج ترضي تطلعات الشارع التركي خصوصا في إسطنبول بالإضافة إلى صعود أحزاب معارضة جديدة قد تهدد مكانته في كونه الحزب الرئيسي للمعارضة في البلاد ومن ناحية أخرى إذا لم يتمكن إمام أغلو من الفوز بمنصب رئيس بلدية إسطنبول مرة أخرى فمن الممكن أن يكون قد استهلك سياسيا مما قد يجعل طريقه إلى منصب الرئاسة التركية مغلقا كونه كان الشخصية الأبرز في حزب الشعب الجمهوري خلال الآونة الأخيرة وفي هذا الصدد لن تكون الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في نهاية الشهر الجاري مارس 2024 انتخابات محلية فقط ولكنها ستكون انتخابات عامة وميزانا قد يعطي مؤشرات حقيقية عن المستقبل السياسي القادم لتركيا في ذات السياق يقول إسماعيل ياشا ليست مجرد انتخابات محلية ويتابع ستشهد تركيا نهاية الأسبوع انتخابات سيختار فيها الشعب التركي رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية بالإضافة إلى المخاتير في جميع أنحاء البلاد ومهما كانت هذه الانتخابات محلية فإن النتائج سيكون تأثيرها على أبعد من تشكيل الإدارات المحلية لتحدد مستقبل أحزاب وقادة سياسيين وتلقي بضلالها على عموم الوضع السياسي في البلاد ويقول حزب العدالة والتنمية الحاكم المتحالف مع حزب الحركة القومية يسعى إلى تعزيز شعبيته في 31 أذار مارس واستعادت بلديات مدن كبرى خسرها قبل خمس سنوات مثل العاصمة أنقرة وإسطنبول وإن نجح في ذلك فستكون أمامه حوالي أربع سنوات ليست فيها انتخابات ويمكن أن يستغلها في إنجاز بعض المشاريع التنموية الكبرى ومكافحة التضخم وإصلاح الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة والاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتوقع إجراؤها في 2028 ولكن في حال فشله فإن المعارضة ستبدأ في المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بدعوى أن الحكومة فقدت شرعيتها أما عن حزب الشعب الجمهوري فسيكون على رأس الأحزاب التي ستتأثر من نتائج هذه الانتخابات ومن المتوقع أن يشهد الحزب بعد 31 أذار مارس صراعا داخليا يتنافس فيه على رئاسة الحزب كل من رئيس الحزب السابق كمالك الاشدار أغلو ورئيسه الحالي أصغر أزال ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أغلو وقد يفقد أزال منصبه بعد الانتخابات مباشرة في حال خسر حزب الشعب الجمهوري بعض البلديات وتراجعت شعبيته ويقول هذه الانتخابات ستكون أيضا اختبارا للأحزاب الصغيرة التي تسعى إلى رفع شعبيتها وتعزيز مكانتها في الخارطة السياسية التركية ومن المؤكد أن حزب الرفاه الجديد الذي أعلن انشقاقه عن تحالف الجمهور قبيل الانتخابات وانضم إلى صفوف المعارضة يأتي على رأس تلك الأحزاب ويرى حزب الرفاه الجديد برئاسة فاتح أربكان أنه يمكن أن يقدم بديلا لحزب العدالة والتنمية ليحصل على أصوات الناخبين المتدينين المنزعجين من أداء الحكومة وسياساتها كما يحلم رئيسه الشاب بأن تحقق شعبية حزبه قفزة كبيرة في 31 أذار مارس وتفتح الطريق أمامه ليخوض المنافسة على تولي رئاسة الجمهورية في 2028 في الختام متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر